تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين في البرقية عن بالغ الحزن والأسى لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء باستشهاد المنازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمة مولاي دهد من رجال قوة دفاع البحرين البواسل الأبطال المشاركين في الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية إثر العمل العدائي الغادر مؤكدا معالي أن استشهاده ما كان خبرا مؤلما للجميع ولكنها إرادة الله عز وجل وأمره الذي لا يرد سائلا الله عز وجل يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم وإخوانهم المشاركين معهم الصبر والسلوان ويمنى على إخوانهم المصابين بالشفاء العجل إنه سميع مجيب الدعاء